الفراغ الأمني والمناطق الرخوة وغيرها من مصطلحات أصبحت وسائل الإعلام ترددها كثيراً عند الحديث عن أسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد الأيام الماضية شهدت عدة هجمات لداعش في المناطق المتنازع عليها كان آخرها عندما استهدف قرية الهيبان التابعة لناحية سرقران في كاركوك سبقه الهجوم على قرية تابعة لمخمور والذي أسفر عن استشهاد 13 من المدنيين وعناصر البشمرقة وهجوم آخر في منطقة تابعة لقضاء كفري الفراغ الأمني في بعض المناطق والذي أصبح مصدر قلق لسكانها ناجم ببساطة ووضوح عن كون بعض المساحات خارجها عن تغطية الجيش العراقي والقوات الأمنية فضلاً عن كونها خارج نطاق حماية البشمرقة ما يجعلها لقمة سائغة للإرهاب خطورة الهجمات الأخيرة دفعت حكومتي بغداد وأربيل إلى الإسراع بعقد اجتماع مشترك للقيادات العسكرية في وزارتي الدفاع والبشمرقة كانت أبرز مخرجاته التأكيد على التعجيل بتنفيذ عمليات مشتركة لبسط الأمن في تلك المناطق بعض المعلومات التي كشف عنها قادة البشمرقة من شأنها أن تدق ناقص الخطر عندما أكدوا استعانة تنظيم داعش بمجموعة متطرفة تدعى جند الله تتألف من مئتي عنصر لشن هجمات نوعية في العراق فضلا عن تصريح بعض القادة الميدانيين أن عناصر داعش يلجأون إلى أسليب مبتكرة من بينها مثلا استخدام درجات نارية تم تحويرها بحيث لا تصدر أصوات بهدف الاقتراب من المدنيين والقوات الأمنية والبشمرقة وإقاع أكبر الخسائر بينهم سكان المدن والقرى التي تقع في المناطق التي توصف بالرخوة أمنيا يأملون أن تكون الحلول والاجتماعات سريعة وبفائدة على أرض الواقع لأنهم باتوا منذ سنوات الضحية الأكبر والأكثر تضررا وأن يكون التنسيق بين بغداد وكردستان سببا في بث الاطمئنان في نفوسهم عبر تحقيق الأمن وفرضه في مناطقهم ترجمة نانسي قنقر